ولزيك من أهم دواعم تحصين أولادنا أننا ننشيهم على علاقة خاصة بينهم و بين ربنا سبحانه وتعالى و نخليهم طول الوقت يروحوا و يكلموا ربنا و يحدثوه حتى عن أوجاعهم حتى عن الأشياء اللي احنا بنستحي أن احنا نتكلم معهم و ما نسيبهمش أبداً لوحدهم لازم نعرفهم أن ربنا سبحانه وتعالى معهم بحنانه و مدده و كرمه و مهما كان هو حاسس أنه بيعمل حاجة وحشة يستطيع أنه يروح لساحة مولاه من غير ما يخجل يذهب إلى مولاه و يطلب منه أنه يساعده و يعينه و دايماً نكرس فيه أن أنت على كل حل اذهب إلى الله اذهب إلى مولاك لأنه لو حصل أنه حسب ده هيحس أنه مش ملوس و أنه مضعش و لازم فيه مفاهيم نعرفه له أنه فيه حدود للعلاقة ما بين الجنسين حدود في رؤيتهم و حدود كمان في الملامسة و حدود كمان فيه التعامل مع الجنسين بحيث أنه ما نسمحش لحد أنه يتعدى عليه فيعمله ترومة و كمان ما نسمحش أنه يبقى عنده أفق أنه ممكن يعمل الكلام ده و تفخياله فلازم نعلم ده و لازم نساعدهم أنهما يستثمروا قدراتهم و مهاراتهم و يمرسوا مهارات و يمرسوا أنشطة رياضية بيحبوها من زي ما الناس بتفهم أنه احنا بنخليهم يمرسوا النشاطات الرياضية عشان نهتهم عشان ما يقدروش يعملوا لا 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 احنا بنخليهم يمرسوا الرياضة عشان الرياضة تخللهم في حياتهم فيه وسع فما يحسوش أن الحاجة الوحيدة اللي ممكن يقدروا يساعدوا بيها هي المعصية لا يقدروا يساعدوا بحاجات تانية كتيرة جدا في حياتهم و يخرج منهم أحسن ما فيهم و بنشغل مفهوم السعادة و بنجنب مفهوم اللزة عشان أولادنا يعيشوا نمط حياة بيساعدهم على أنه يكونوا قريبين من ربنا و لازم نلاحظ أنه إحنا عندنا لما بتحصل المشكلات دي لازم يبقاش عندنا نوع من أنواع التغافل يعني لما لاقي ابني ابتدى يبقى عنده ضعف في التحصيل أو حاسس بالإحباط أو بعض المشكلات الاجتماعية بدأت تزعر أو بعض المشكلات النفسية عشان هو مش قادر يعمل كده مش قادر يبقى متفوق ممكن يحصل له فكرة الهروب فلازم ألحقه في الأوقات دي أنا لازم ألحق ابني بشكل سريع لأنه احتمالية الهروب لمثل هذه المواقع احتمالية كبيرة وعشان كده لازم أنا معودوش على أن أنا بتخلى عنه في فترات الشدة اللي عنده أو فترات الضغط اللي عنده كل ده هيدخلنا في أن احنا بنعمل عبادة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإسم والعدوان لازم أقول أن الموضوع لو تحول لإدمان وأنا مش قادر أتعامل معاه لابد أن احنا نعترف أن احنا بقينا محتاجين لمتخصصين فاحنا محتاج لنروح لمتخصص عشان نقدر نعرض عليه ويساعدنا في رحلة التعافي الإجراءات اللي احنا قلناها النهاردة دي أظنها إجراءات محتاجة تركيز محتاجة تأمامي محتاجة أن احنا نبص بشكل واضح على وجبتنا أولادنا لو أنهم تركناهم وأدمانوا هذا النوع من أنواع الإدمان هو إدمان من مواقع الإباحية ده مش نوع إدمان بسيط أنا بكلمكم وأنا جاي من خلفية الإرشاد الزواجي لا 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 الأثر بتاعه أثر قاتل أثر مدمر أثر بيئزي الإنسان أثر بيخليه في كتير من الأحيين في بعض الناس بيحسوا أنهم ملوّسين أنا عايزكم أنا وأنتم تعالوا نجتمع على أن نحط إيدنا في إيدين بعض ونزيل هذا هذا الركام من هدم الاهتمام والإهمال لأولادنا ونحاول بقدر الإمكان أن نحن نرجعهم يثقوا بأنفسهم وأنهم ما زال فيهم جمال وأن الله ما زال ينظر إليهم وأنهم قادرين أنهم يخرجوا من هذه الوحلة بمدد ربنا وكمان بالسير على سنة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيوصلهم لحب الله ويكونوا متيقنين بأن الله سبحانه وتعالى أبداً ما تركهمش وأنهم خلاص ما بقوش ما ترضيد من رحمة ربنا لا ده ربنا سبحانه وتعالى ينادي عليهم وهو الآن يستقبلهم في حضرته في الله اكتهدوا واتجدوا مدد الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة